على مدى ساعات أمواج بشرية غمرت الشوارع الرئيسة لوسط مدينة الرباط حشود المواطنين المشاركين في هذه المسيرة بكثافة جاءوا من كافة أنحاء المملكة على متن القطارات والسيارات والحافلات استجابة لنداء الوطن من باب شالا انطلق أزيد من ثلاثة ملايين مواطن في مسيرة شعبية وطنية ضخمة وصولا إلى ساحة باب الرواح في المسيرة الحاشدة شارك مواطنون من الأقاليم الجنوبية جنبا إلى جنب مع مواطنين من باقي ربوع المملكة رجالا ونساء ومن مختلف الأعمار تأكيدا على أن الصحراء المغربية عليها إجماع أمة بأكملها أردد المشاركون في أجواء حماسية مؤثرة سادت فيها العفوية المشبعة بالروح الوطنية الخالصة النشيد الوطني وشعارات وطنية رافعين عاليا الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس برهنت هذه المسيرة المليونية على الاستجابة الواسعة والتلقائية لنداء الوطن هي استفتاء شعبي وتلقائي على مغربية الصحراء وعلى مدى تشبث وتعلق المغاربة قاطبة حبا وطواعية بالوحدة الطرابية حجم هذه المسيرة ومضمونها وجوهر رسالتها ووقتها وقيمتها القانونية لن تتغلب عليها التصريحات التائهة والذاتية لبان كيمون يقول هؤلاء ولا ايواء ورعاية الجزائر للبوليزاريو والاعتراف ثلة من الدول بهم ولا قرار المحكمة الأوروبية ولا غيرها من الأصوات التي تحاب الحقيقة المشاركون نددوا بحشر وخلط بان كيمون معتقدات ذاتية وشخصية على وقائع تخضع في وضعها وطبيعتها لإرادة الأطراف المعنية ونظرة المجتمع الدولي إزاءها والتي لا تتأثر في مآلها بما يخالج أو يراود الأمين العام فويقول هؤلاء يبقى حبيس نفسه ولا يتعدى إلى التأثير في عمل المجلس ووظيفته الأممية تفرض عليه التزام الحياد وعدم التأثير سلبا أو إيجابا في عمل الأمم المتحدة 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 نوزل للدنيا أنه لا نحيا يشعر الله الوطن الملك